بسم الله الرحمن الرحيم المجموعات المجموعة هي تجمع من الاشياء المعروفة والمحددة تحديدا تاما ولها صفة مميزة مشترك التعريفات دي بيتيجي ساعات في اجمل فيريد تتحفظ احنا هنفهمها يعني حتى من قبل ما نحفظها نقدر نكمل هنفهمها من الدرس فنقدر نكملها حتى لو جات في الامتحان بس برضو الاحسن احنا نحفظ يقول لي ايا من الامثلة الاتية تمثل مجموعة انواع الطيور في العالم يطرى مجموعة ولا مش مجموعة طبعا مجموعة ليه لازم تبقى محددة تحديدا تاما المجموعة هي العناصر اللي فيها محددة تحديدا تاما طب الطيور قادرين نحدد انواع الطيور في العالم يطلعوا مية نوع بقى يطلعوا الف نوع يطلعوا مليون نوع مش فرقة معاية بس نقدر نحدده ونقول اساميه عصفير هود هود غراب وما اي حاجة نقدر نحدد انواعها طيب عدد الطيور الجميلة في العالم حد يقدر يقول لي مين هي الطيور الجميلة في ناس والله بتشوف ان الطائر ده جميل وناس تانية تشوف ان لا مش جميل مجموعة الطيور دي حلوة وناس تانية تقول لا دي مش حلو فالصفة اللي فيهم ان هي جميلة او مش جميلة دي مش متحددة تحديد تام فما نقدرش نعتبرها مجموعة طيب حروف كلمة جبر حد يختلف على حروف كلمة جبر كم حرف تلاتة الجيم والبي والري حد يقدر يقول كلام تاني حد يقدر يقول ان الحروف دي اربع حروف او حرفين بس لا تبقى طبعا مجموعة ليه لان انا حددتهم تحديد تام طيب الطلبة الاسكية في الفصل في عندك كم طالب زكي يعني ايه زكي اللي بيجيب 80% مثلا يبقى زكي ولا اللي بيجيب 90 ولا بيجيب الدرجة النهائية مين يحدد كلمة زكي هنا معناها ايه فطبعا لان الكلمة مش محددة مش ايه اللي الطالب اللي بيجيب الدرجة النهائية مثلا لو ايه اللي الطالب اللي بيجيب الدرجة النهائية اقدر احدد كم واحد جاب الدرجة النهائية انما يقول لي زكي يقول لي جميل يقول لي طويل طويل دا اللي هو اطول من 170 ولا اطول من 180 ولا اطول من مترين الصفات اللي هي عليها اختلاف ما تنفعش تبقى طبعا مجموعة طب هنا مثال تاني بيقول لي اكتب تلات عناصر فقط في المجموعة حروف كلمة طالب في عندي كام حرفة في كلمة طالب 4 ويقول اكتب 3 انا اختر ايه 3 فيهم وليكن طه والف ولام حد تاني اختار البه والالف واللام حد اختار الطه والبه واللام اي حاجة طيب اكتب 3 عناصر من الارقام اللي على قرس التليفون سواء التليفون العادي او الموبايل علي ارقام ايه من 0 ال 9 اختر ايه 3 ارقام فيهم وليكن 1 2 3 حد تاني يختار صفر وخمسة وتسعة اي حاجة يبقى ثلاث عناصر بس من عناصر المجموعة اكتب ثلاث عناصر من مجموعة الاشكال الهندسية ايه هي مجموعة الاشكال الهندسية المربع مثلا المستطيل المسلس الدايرة المتوازي المعين كل دي اشكال هندسية اختار ثلاثة منه وليكن المربع والمسلس والدايرة طب ازاي بقى انا عبر عن المجموعة درس التاني التعبير عن المجموعة في عندي طريقتين اولا الطريقة الاولى طريقة السرد زي الشكل القدامي ده السين اللي هو اسم المجموعة بتساوي الطه والالف واللام والبي دي اللي هي حروف كلمة طالب اللي هما اربع حروف كتبتهم طه والف ولام وبي لازم اكتبهم بالترسيب ده يعني لازم طه الف لام بي ولا حد اكتبهم بالترسيب تاني به الف طه لام مش فرقة معي يبقى الترسيب مش مهم لو هنكتب الالف الاول بعد كده لام بعد كده لب بعد كده الطه مش هتفرق معي يبقى الترسيب في اي مجموعة مش مهم ده اول خاصية عندي طيب لو قلت لك اكتب لي حروف كلمة محمد ميم وحا هو ميم ودال لو نلاحظ ان الميم اتكررت مرتين ينفع اكرر لا ما ينفعش يبقى هكتب ميم وحا هو دال بس يبقى لا يمكن التكرار في اي مجموعة يبقى اول حاجة الترسيب مش مهم تاني حاجة ما ينفعش اكرر طيب تالت حاجة لازم اكتب العناصر ما بين الكوسين اللي بالشكل اللي قدامي ده الاقواس دي اسمها اقواس المجموعة لازم لما يقول اللي اكتب عناصر فهكتب العناصر ما بين الكوسين دول واكتب اي عدد من العناصر او على حسب هو بيطلب مني تلاتة او اربعة او خمسة عناصر تاني طريقة طريقة الصفة المميزة لو انا مسلا جبت لك المجموعة اللي هي واحد واثنين وتلاتة فيها تلات ارقام دول ممكن حد يقول لي ان دي مجموعة الارقام مجموعة الارقام اللي بتكون منها العدد تلتمية واحد عشرين حد تاني يقول لي لا دي بتاعت العدد ميتين واحد وتلاتين حد تاني يقول لي لا العدد مية اتنين وتلاتين نحددها ازاي نعرفها ازاي لازم نكون كتب لهم لو احنا بنتكلم عن الصفة المميزة لازم نعرف العدد ده هو انهي عدد فاحنا هنقول سين حيسو ان ان السين هي ارقام العدد تلتمية واحد وعشرين مثلا عشان نحدد بالزبط يبقى لازم نقول الصفة المميزة بتاعتها طب مثال تاني لو قلت لك احمر وبيض واسود ايه الالوان دي الوان بتاعت ايه دي الوان علم مصر مسلا يبقى لازم نقول الصفة بتاعتهم يبقى قوله السين بتساوي وافتح قصين سين حيسو ان ان السين هي الوان علم مصر دي اللي هي اسمها الصفة المميزة طيب الشكل الادامي ده المجموعة فيها السفر والاتنين والااربعة والستة والتمانية الارقام دي ايه الصفة ما بينهم كلهم ارقام زوجية يبقى قول له سين حيسو ان ان السين سين نقطتين سين دي معناها سين حيسو ان ان السين عدد من الاعداد الزوجية طبعا اللي هيقلي مسلا من اتناشر لن هو كتب لي بس الارقام اللي هي الحد عشرة يعني يبقى قل من اتناشر بيقلي بقى اكتب بطريقة السرد ناخد امثلة عشان نفهم اكتر هنكتب مجموعة ايام الاسبوع في عندي كام يوم في الاسبوع سبع نكتبهم بقى بطريقة السرد يبقى هنفتح قصين ونكتب سبت فاصلة حد فاصلة يبقى بكتب ما بين كل عنصر والتاني فاصلة بقى سبت حد اتنين تلاتة اربع خميس جمعة ووقفل الكوس طيب برضو هنكتب بطريقة السرد حروف كلمة احصاء فيها كم حرف فيها الالف والح والصاد والالف والهمز ينفع الفين في كلمة واحدة ينفع قرر ماينفعش يبقى هكتب الف واحد بس فيهم يبقى الاول افتح قصين واكتب الف وح وصاد وهمز ماينفعش اكرر نفس الحرف طيب اكتب برضو بطريقة السرد الاعداد الصحيحة اللي اقل من سبعة ايه هي الاعداد اللي اقل من سبعة من واحد لحد الرقم اللي قبل سبعة لطول اقل من سبعة يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طبعا اول حاجة كتبت الكسين وما بين كل عنصر والتاني او ما بين كل رقم والتاني فاصل تمثيل المجموعة على شكل فين ايه شكل فين ده لو مثال مسلا زي اللي خدناها اللي فات ده من واحد لستة الاعداد من واحد لستة همثلهم على شكل فين يبقى هعمل دايرة وهكتب فيها العناصر دي الستة عناصر كل عنصر بعمل اكس بس كده قدامه او دايرة عشان احدده بس وهكتب العنصر هو ايه برضو بيقول لي اكتب بطريقة السرد حروف كلمة علي هنكتب علي عبران ثلاث حروف عين ولام ويا طب لو هنمثل الحروف دي على شكل فين يبقى هنعمل ايه شكل فين يبقى دايرة هعمل دايرة وحط في عليها التلات عناصر يبقى اكس كده وهكتب العين اكس تانية في حتة تانية واكتب لام اكس تالتة وهكتب يا او نعمل دايرة نقطة بس ابين ان هنا في ايه في هنا عنصر لابن عندي تلات عناصر هعمل اكس تلات مرات وهكتب التلات عناصر اللي عندي